بسم الله الرحمن الرحيم. لا الميزاني يا جماعة مادياً متشحول. لا 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 متشحول. لا 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 مادياً لا واضح ان الحالة المادية مأثرة عليكو جامد. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربك رودي تزدقه. تسلمي يا همسات تسلمي لي يا رب. الميزان عايز باب رزق جديد. لا رزقه حاسس انه رزقه مش كفاية تعبان من لاحية المادية. شايفا عنده حتى النوم مضطرب خالص مش عارف ينام وبيحلم بكوابيس ومبتاش تفكير لانه حتى هو نايم بيفكر. يعني ربنا يكون فى عمكو ربنا يكون فى عمكو لو الكروت دي مزبوطة. اه شايف شريكو ازاي خلينا نكون واضحين الميزان شايف شريكو زي ما تقوله اتكشف على حياته. فاهمين قصدي او الله يا مسحود. واضح. اتكشف على حياته. يعني زي ما تقوله موقفش جنبه ما زندوش كويس. اه ما استوعبهوش. فى حاجة حصلت يعني الميزان حاسس ان هو دي سبوينتد. اه. الطاقة ما بينكم فى ايه. الطاقة فى شغل جديد. مش عارفة ايه اللى مجايبها فى علاقه عاطفية. اما مرسيا نونة. اه. فيها حاجة بتتصلح. في حاجة هتحصل. اه. في وضع غلط بيصلح. تمام? زي ما انتو شايفين. ماسك شايفوش وبيصلح. اه. صح? اه. شريكك عايز فلوس. عايز فلوس. عايز حالة مادية مش بس اه. اه. مستقرة. لا 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 ده عايز صراء. يعني هو ضغط عليك ضغطة جنبه جدا. خلينا نقلب الاية. انه الميزان هو الست. الست طبعا مش هالي بتشتغل مش هالي بتسابورت. فهي برضو عندها نفس الحكاية نفسها في طاقة جديدة. ما بتنامش من كتر التفكير. ما بتنامش من كتر القلق. حاسة انها اه شركة هبان على حقيقته. اه. الطاقة ما بينكم فيه حاجة بتتصلح. فيه حاجة بتتغير. اه شريكك عايز ايه? عايز يعني ياخد كل حاجة منك يعني. عايز كتير. عايز كتير. طلباته كتير. والديمانز بتاعته كتير جدا. وشريكك عايز ايه كمان? عايز يعتمد على نفسه. واضح ان انت مش عارف تلبي. فابتدى يبقى عايز يعتمد على نفسه. ودي بقى الحاجة اللي زعلتك منه. يعني شوفوا انت ما كانش عندك مشكلة ان هو يبقى حطت عليك الضغط ده كله. وقابل شكلك وصابر وراضي بقضاء الله. انما اول لما ابتدى ان هو يبعد او ان هو يستغنى عنك او بيحاول يستغنى عنك ساعت هتكشف على حاجته. شايفك ازاي شريكك شايفك ازاي؟ شايفك حطت هدف. شايفك حطت هدف ورايح عليه. والهدف ده انت عايز تروح للامان يعني انت عايز انت نفسك في اللي هو عايزه لو كان الموضوع حالة مادية تتحسن فهو فعلا عايز ده زيك يعني. ليه طيب يا شريك الميزان بتبعد او ليه مزع على الميزان بالشكل ده؟ بصوا بقى اللي جاي. بس عايز اقولوك على حاجة يا ميزاني. الامور لو تصلحت ان شاء الله تتصلح. بصوا باذن الله جايلكو فلوس. في تطور في الحالة المادية. كويس؟ حيرجع او هي يعني هيبقى موجود وهيبقى يعني معاك. اوكي؟ هل انت هتقبلو؟ هو انت هيبقى في سكول وهزيبك تنامس ساعة ثلاثة الصبح. يوسف استري قفل بقى ويلا خش نعم. يلا ماما جود نايت. بكرة اجازة العب مع بابا زي ما انت عايز بكرة. هل يا ميزان انت هتقبلو؟ خلي بالك ان هو موقفش جنبك كما يجب. انت حسيت ان هو انكشف على حقيقته في حاجة معينة. او انت قادرة بس انا شايفة ان انتو هتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شايفة طريق طويل كويس جدا. يعني مسيرة ان شاء الله طويلة جدا وحلوة جدا. وبسم الله ما شاء الله قوة قوة في العلاقة. العلاقة ان شاء الله تبقى قوية ما بتتكسرش. طيب حلله بس موقف معي حتة حتة. مش عارفة ليه جايلي طاقة ان شريكك يا ميزان حياته وقفة معيك على الحالة المادية. لو انت حسيت منه ان هو موقفش جنبك كما يجب. اوكي? يعني انه نصيحتي ليك سيبك بقى متروه خالص. بليس ما تقبلوش. بليس ما تعملش الصلح ده. اوكي? امين يا رب تسلم. تسلم يا عبدالله. شكرك. انما لو هو كان حصل مجرد سوق تفاهم. وحاجة برا الموضوع ده خالص. طبعا ربنا يوفقك ويتمملكه على الف خير. هلخص القرية بسرعة. الميزان عايز باب رزق جديد. رزقه حاسمه مش كفاية. عنده مشاكل والترابات نفسية جديدة جدا ما اصر على نومه. وقرب التقصر على صحته. كمان يا ميزان خلي بالك ما صحتك كده هتتدهور. بالراحة على نفسك شوية. شايف شريكه ازاي؟ حاجة كانت نسطورة وانكشفت. او مش مديلك دعم كافي. العلاقة بينكم فيها تطور. فيها تطور. فيها حاجة بتتصلح. اوكي? اه شريكك عايز ايه؟ عايز حالة من الامان او الصراء المادي. عايز يعتمد على نفسه في هزا الموضوع. مينة انا مش شكرا انت بنت ولا ولد. اه بصي حبيبتي الرسالة دي طويلة جدا. اعمليها كافي وبعتها للصفحة وهحاول ارد عليك. والكلام ده المينة بس يا جماعة. انا هنوه عن موضوع ده بعد الاراية. اه شريكك شايفك ازاي الميزان? انت عايز تروح لبر امام. انت وبتسعى. شايفك بتسعى. يعني مش واقف مكانك. وحدة كويسة قوي قوي قوي. شايفة قدامي ان شاء الله بازن الله حلمة دي حتطور. تطور جامد. مش وحش خالص يعني. اه وفي قدامي هنا لقاء او اتفاق بينك وبين شريكك ان شاء الله. شايفة بعدين كمان مسيرة طويلة جدا جدا بازن الله. وقوة. علاقة قوية ان شاء الله. اه ربنا ما يهزها ابدا. انا مش شايفة بعض ومش شايفة فرائي ميزان. يمكن يكون في اه عقبة او يعني مطب واعين كده بس انك مطب صغير. اه يمكن يكون شريكك اه تعب من الانتظار اه من الظروف هو كمان. مش عايزة برضو يسيء اصدن بشريكك. ممكن يكون فعلا اه تعب من حاجة معينة اه وتقطو قرار بتتخلص. فان شاء الله حيجد جديد. بازن الله حيجد جديد في العلاقة وبازن الله العلاقة تتحسن. طيب. سؤالها في السفر ولا لا للأسف مش شايفة سفر. الشهر ده مش في العموم. مش شايفة مش شايفة سفر. انا شايفة قدامي ان هي بحرب شديدة. وربنا يكون فوقانك الصراحة على الكروت دي. ربنا يعينك. ربنا يعينك بجدد. اه حالة متضهورة خالص خالص وحار بشكلها مهزوم. لكن واقفة بمنتهى السبات وبتحاول تباين ان هي ولا فرق معها. برضو فيه هروب من مواجهة. لان لو واجهة شكلها ايه? حتتبح بقى. بس دي مسكة سيف. وحطير بقى. حطير رئيب. متجوزة. طب في اي حاجة حصلت من ناحية الزوج لان شايفة الدنيا نيلة خالصة. شايفة خسارة حصلت اما خسارة مادية او خسارة شخص. اه شايفة قدامي حصلت شديد او سحر تفارت الشيطان كان بقى له كتير مطلعش مش عارفة ليه طلع. او خلص امتوا الاثنين ردتوا عليا طب متجوزة طب في اي حاجة تانية? بسي اللي انا شايفة يا حبيبي انك انت ان شاء الله هتعتمدي على نفسك ماديا. انا مش عمل انت تشتغلي ولا لأ. لكن صح قلبك يا بليل. ام يمكن تكون يمكن هتبتدي شغل جديد. انا شايفة ان انت تعتمدي على نفسك ماديا. وانا اقايت برافو برافو برافو. ام شايفة قدامي انهيار لبورج الشكل في حاجة كانت ام كنتي حطة ام يعني صورة لشيء. وحتبتدي صورة بتباني على حقيقتها حاجة بتنهار وبتظهر على حقيقتها. انهيار لبورج. طب الحمد لله. خلاص. بسم الله ما شاء الله عليك ويكملك بعقلك. شطورة. بصي بقى حبيبتي. يبقى ان شاء الله الكرت ده احتفال. واحتفال بدا. انك انت هتعتمدي على نفسك ماديا. او اه حاجة عندك هتحصل في المادة. لكن التطور المادي بطيء يا جيم. التطور المادي بطيء. حاولوا انك يعني تقتصدوا شوية وتصرفوا في الحاجات المعقولة. وفليس خلي بالك مجرد الحسد ده عندكم حسد. لكن ما شاء الله عليك انت يعني بصي ده. آآ قوية ما شاء الله واقفة بثبات. وآآ عندك توازن ما شاء الله عليك. وشايفة اهو. ده الشريك الحمد لله بم ان العلاقة كويسة. شايفة. الشريك بيقدم لك حاجة حلوة. ممكن حتى ان شاء الله يكون بيقدم لك كلمة حلوة يعني يا رب يعني كده. حاجة حلوة جدا جدا. يبقى حبيبتي الانهيار ده لشخص تاني خالص. في شخص عندك يبنع على الحقيقة طول اني شايفة خطارة. تحسي بخطارة. بس 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 ما تزعليش ما يستهلش يعني منك انك تزعلي خالص. عندك نجاح حبيبتي كمان ما شاء الله اكتمال دائرة. الكارت ده ظهر للميزان تقريبا في كل القرايات. وظهرت برضه في القراية الخاصة. الميزان متقن لعمله جدا. انت متقنة لأي ان كان اللي انت بتعمليه. بس سؤالك حبيبتي اذا كنت تعمليه. فيه سفر. انا شايف احتفال. احتفال. لكن اه يمكن يكون ده يمكن يكون السفر. لو انت حاجة اخدت بالنسبة لها خطوات ومستني التنفيذ. يمكن ان شاء الله تجيلك مسلا موافقة تبكيدي خطوات فيها. انما السفر بالفعل يمكن يكون مسلا الشهر اللي جاي. عموما اتمنى لك التوفيق وقريبتي برضو حلوة حلوة قوي قوي.